اشتركوا في القناة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم أسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر بعين الأمر الشركة الزواج السفار أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله هاي أو هاي فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه هذا الشطر الأول الشطر الثاني وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصريفه عني واصريفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته لما يقول أن هذا الأمر بيسمي حاجته هذا ما ورد في الاستخارة بيقرأ هذا الدعاء ثم ينظر إلى قلبه فإن وجد في قلبه انشراحا ما نات فيه خير ما وجد في قلبه انشراحا بعيد مرة تاني بعيد مرة تاني إلى مرة السابعة فإن لم يجد فيها انشراحا فأمنا تم فيها خير من الذي يختار له الله جل وعلا وكان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأضاه لكل أمر استخارة كان يستخيل الله في كل أمر بدأ يجعل الجامع اللهم خير لي واختر لي بدأ يتكلم مع فلان اللهم خير لي واختر لي إن كان فيه خير تكلم وإذا ما فيه خير بنشغل أو هذا بنشغل هذه الاستخارة الشرعية وكل ما ورد بالاستخارة من ما ذكرت لكم كلها باطل لا يصح سواء يلي يتحرف عن الأبل أو يلي يقرأ بالقرآن بيديد بالقرآن أو يلي بالمسبحة وكله باطل هذه الاستخارة الشرعية ممكن إنسان يقول والله أنا ما أبحث إنه شرع صدري أو لي لا في بعض النساء أو كل النساء بيعتمدوا لاستخارة النوم شافت بالنوم نهر شافت خضرة شافت أرض خضرة شافت معناتها فيه خير ما شافت كذب ما فيه خير الرؤية لا يعتمد عليها لأن الرؤية خيال والخيال يصح ويفزد أما الاختيار هو ما كان من قلبي المؤمن هذا الخيار الاختخار ما كانت من صفاء قلبي المؤمن من أغشي الهاتي دومي أعلمني موسيقى